بنحاول إن إحنا زي ما تعودنا في التفاعل إن إحنا نسمع بعض الأسئلة اللي بتقول في بعض أذهان الناس فنبدأ في حد عايز يسأل سؤال كنت عايز يسأل حضرتك لو إحنا في بلاد مثلا بلاد الغرب مثلا واضطرد في أسرة مسلمة بتعيش هناك وهناك مترسخ الفكر أو هما متعايشين مع الفكر بتاع المثلية مفيش مشكلة منه يعني إزاي ممكن حد يكون عايش برا يقنع ابنه بأن الفكر ده فكر تشاز أو فكر مش متصك معنا يعني ده لو إحنا عايشين برا وبالنسبة هنا الحاجات دي بقت تبس ممكن في الأفلام الكارتون أو تبس في الأفكار الموجودة إزاي نربي أولادنا تربية سليمة ونقنعهم بأن الفكر ده فكر مغلوط بالتربية يا عملية سهلة المثال الصالح داخل الأسرة بيربي الإنسان عملية سهلة جدا إن أنا لما ينشأ الطفل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه هو قبول هذا أو السكوت عنه هيأتي من الأسرة الخطورة في إن الكبار يقتنعوا بهذه الطرهات فإذا اقتنعوا بتلك الطرهات بدأوا في ورطة كبيرة وهو ورطة القبول إنه ده شيء مقبول وهو لا مقبول لا ديانة ولا عقلا ولا فطرة ولا مقبول من أي جهة وظل عدم القبول مسيطرة على العالم لغاية 2005 آخر دولة بدأت في الغرب تصدر قوانين تبيح هذا الهراء هي فرنسا 2005 حكم القاضي على أحد القساوسة الذين كانوا يدعون إلى هذا بعدم الترسيم لأنه مخالف للنظام العام النجح في العصر الجديد هو أن يأخذ توثيق أو سكوت حتى بناء على أن العالم كما تراه عايزين نسكت فراهم دخلينها في إطار يكون في عقوبة لمن يعارض إيه العقوبة؟ إنك ضد حقوق الإنسان وجلسنا معاهم ورفضت مصر هذا في وثيقة السكان وفي وثيقة السيداو رفضنا هذه البنود التي تجعل هذا الفعل الخبيث من حقوق الإنسان وقلنا لهم بالصريح المريح وإحنا رفضين إلى الآن وهناك ضغوطات كثيرة من الأمم المتحدة على مصر إنها توافق لكن الحمد لله لسه المحور الإسلامي مش موافق على هذا إطلاقاً وميقولوا إيه عشان يضغط يقول ده إن لهم إيه وإن لهم حقوق الإنسان هي المتفق عليها ما تجليش تألف حقوق للإنسان فيها نوع من أنواع الفساد فيها نوع من أنواع المخالفة لديني أو لحضرتي أو لثقفتي أو لنشأتي وتقولي ده حقوق الإنسان لأن أنت بالشكل ده بتظلمني أو بالشكل ده بتهني ولذلك نجحنا في هذا غيظ تام في هذا المجال وبنقول لهم والله الشعب مش موافق الشعب بيرفض هذا يأباه لا يريده طب ها نعمل إيه في الشعب ولذلك الثقافة المنتشرة العامة لها تأثير قوي جدا في اعتبار هذا انحرافا يحتاج إلى علاج يحتاج إلى علاج نفسي وإلى علاج جسدي وإلى علاج طبي وإلى ليكون ما يكون لكن القبول العام الذي يريدونه يريدون أن يغيروا وجه البشرية ترجمة نانسي قنقر